وسمحولي برضو ندي الفرصة لتلقي عدد من الاسئلة وحستأذنكم ان السيد النقيب الصحفيين وايضا رئيس هاية الاستعلامات حركت نصق موضوع استقبال الاسئلة عشان انا وزملائي من السادة الوزراء حتيح الفرصة ايضا لزملائي ان نرد على هذه الاسئلة شكرا لحضر شكرا لزيزة من دولة رئيس الوزراء بس اقول جملة قصيرة جدا الحقيقة ان السيد الرئيس الجمهورية لما كلف السيد الرئيس الوزراء والسادة الوزراء بهذا المؤتمر في افطار الاسئلة المصرية لم يكن منفصلا عن دعوة اخرى وهي الحوار الوطني الاثنين يؤدوا الى معنى واحد واننا شركاء في هذا البلد وانه هذه الشفافية اللي بنتحدث بها الان وانا بقول لحضراتكم هذا المؤتمر مزاعي الان على الهواء والمصريون يرون كل شيء وحضراتكم ترون كل شيء والاسئلة ستكون ايضا على الهواء لانه ليس لدينا ما نخفي في هذا البلد الحوار الوطني هو تشارك بين المصريين ما عفعل ويفعله دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء هو اعلان واضح للعالم ما يجري جملة قصيرة يحضر معنا اليوم 25 وسيلة اعلام اجنبية تتحدث 9 لغات 60 زميل من المراسلين الاجانب وعشرات طبعا من زملائنا المصريين نفتح بعد بابل السلاء بعد إذنك دولة رئيس الوزراء طلقوا لأرجو التقديم كل واحد يقدم بس نفسه عشان ولا يعني نختصر قليلا أنا محمد حميدة من بي بي سي عربي السؤال اللي معالي رئيس الوزراء حوالين الفيدرالي الامريكي في الفترة اللي جاية اعلن انه سوف يكون هناك ارتفاعات متتالية حتى نهاية العام تصل الى اثنين او تلاتة في المية في بنوك مركزية في العالم كله بدأت ترفع سعر الفائدة هل الحكومة المصرية سوف تتبع نفس السياسة برفع الفائدة مرة اخرى ربما او مرات متتالية حتى نهاية العام لتلاحق هذا الموضوع وسؤال اخر خاص بقرار الهند الاخير بمنع تصدير القمح ماذا ستفعل الحكومة المصرية وهي تاني اكبر دولة تصدر القمح للعالم شوك الى حتى هنجمع كل خمس اسئلة بعدين دولة الرئيس من جابع له اتفضل اتفضل بعض عرض المتقلقش محمود مطوع صادق البلد الصناعة يا فندم يعني الحكومة اتخذت فيها شد كبير جدا وهي الامل والمستقبل فايه هي رؤية الحكومة للنهوض بالصناعة دي حاجة وتاني حاجة حداك عرضت دلوقتي العديد من المستهدفات التموحة للحكومة هل يوجد اليات لمتابعة تنفيذ المستهدفات الحداك عرضتها شكرا عزيزي رحمود فضل حضرتك ياسين الجهر سكاينيوز عربية حقيقة سؤالي لمعالي رئيس الوزراء عن المفاوضات مع الامف سندوق الناد الدولي الى اين وصلت وكمان حجم التمويل اللي بتستهدفه الدولة من الصندوق خلال الفترة اللي جاية شكرا شكرا زميليتنا هناخد كل الاسئلة يا جماعة متألا اوش مساء الخير ناد عبد السلام سين بسي عربية انا عندي بس كام سؤال اول حاجة في وسط الازمات اللي حركت حدست عنها وخطة الحكومة المصرية للتعامل مع الازمة بيبقى فيه دايما فرص موجودة يعني دايما الحديث على فرص مصر في تصدير الغاز هل ده بدأ بالفعل ولا لا تصدير الغاز وإحلال الغاز المصري محل الغاز الروسي ده اول سؤال السؤال التاني حيكت حدست على تخارج الاستثمار الاجنابي الغير مباشر او الهوتماني لو فيه رقم محدد لان حرك ما ذكرتوش وايضا رقم الدعم العربي المصري يعني شفنا وديع سعودية وما لذلك وشركات اماراتية او يعني شراء حسس من شركات مصرية من قبل استثمار اماراتي ولكن اجمال الرقم اللي دخل قد ايه الفترة الماضية ايضا الامح في مشروع موازنة العام المالي القادم مصر بتستهدف الوصول ل65% انتاج حتى عام 20-25 ممكن تحقق مصر اكتفاء ذاتي من الامح ويكون امتى يعني يكون سنة كام كمان معالي رئيس الوزرك وتحريف تحدثت قبل كده بيان صحفي على فكرة الاستثمار المؤسسي الحكومي انها يتم زيادته في البورصة المصرية من ضمن اجراءات تنشيط البورصة المصرية بس حاجة ما تتركتش ليه الان الاستثمار الحكومي هيكون شكل ايه يعني هل ممكن نشوف صندوق بيجمع كل الجهات الحكومية وهو ده اللي بيواجه الاستثمارات في البورصة المصرية الحكومات الاستثمار الحكومي ام كل جهة هيتبقى لها شكل محدد يعني شكل النهاء الاسمار الحكومي يكون ازاي شكرا دولك شكرا زميل حضرتك اللي جنبك هنرجع يا جماعة ما تقلوش شكرا كاميرا يان قالات دي امي سي انا بس حضرتك يا سيادة الرئيس الوزراء طبعا يعني السيادات الحكومية كلنا طبعا متابعين والحقيقة اجراءاتها مجددا لكن دائما الفندم بالتحدي هو في التنفيذ على ارض الواقع وده طبعا مش من الحكومة لكن من الدولة العميقة او الموظفين وهنا بتكلم عن الاصلاح الاداري والاصلاح الهيكالي لان طبعا بتبقى فيه يعني شكاو من ان الاجراءات اللي بتتخذها الحكومة على ما بتوصل للمستثمار خاصة في الاقاليم يمكن بتواجه عوائق بيروقراطية يمكن الحكومة ما بتكونش هي الوضع العوائق دي فهتكلم عن حتة التنفيذ الفندم والدولة العميقة وتدريب الموظفين والاصلاح الهيكالي ده مهم ان احنا نلقى عليه الضوء في اطار هذه الاجراءات المهمة اللي اعلنت عنها الحكومة نرجع عن ناحية دي فضل حضرك والمستاذي بعدك مؤمن عطالة جريدة اخبار اليوم مع الرئيس الوزراء مصر حققت يعني انجازات ضخمة خلال الفترة القادمة يعني تصل لدرجة الاعجاز اللي حصل في العالمين اللي حصل في العاصمة الادارية الجديدة يعني الدولة فعلا بتشتغل شغل جادة خلال الفترة الباضية السؤال يا فندم هي المشكلة الوحيدة في الدولة دلوقتي الاسعار كيف سنواجه الاسعار ونضبطها خلال الفترة القادمة وشكرا شكرا استاذ قدامك فضلي مونة عبدالعاتي الوكالة تنبئة الشق الاوسط دلوقتي الحكومة بدأت تطرح سندات نتنوع مصادر ادوات الدين بنحو 500 مليون دولار في اليابان وفي مشاورات دلوقتي اللي احنا هنبتدي برضو مع الصين فهل في يعني امكانية الفترة قدية برضو اللي احنا نطرح سندات في اسواق دولية جانية ولا وتاني حاجة بالنسبة للمشروعات التنمية اللي احنا بنعملها الفترة الحالية فهل في الظل الاسمة دي مثلا حيبق فيه اولوية المشروعات عن مشروعات تانية ولا لا وحياة كريمة هل حتستمر بنفس النهج بتاعها بنفس معدل المشروعات ولا حيبق فيها مثلا طواطق حاجة زي كده واخر حاجة بالنسبة للحكومة الاعلانة اللي هي حتبق فيه من الفترة الجاية تخارج من حكومة لبعض القطاعات الاقتصادية فهل ده ممكن يبقى فيه سنة تخوف اللي يبقى فيه احتكار لبعض القطاعات القطاع الخاص شكرا احنا نخد سؤالين من ناحية دي ونوقف ونكمل جولة اللي بعدها اللي بقى له خالص حضرتك 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 العطرف وانت بعده حاضر شكرا جزيلا انا احمد حسين قناة الحرة وفقا العرض معالي دولة رئيس الوزراء فان الحكومة بتستهدف خفض الدين العام 10% خلال الاربع سنوات المقبلة هل هذا يعني ان الحكومة ستقلل من اتجاهها للاقتراض وهل هذه الخطة ايضا تشمل ترشيد النفقات الحكومية هل هناك خطة لترشيد النفقات الحكومية شكرا اللي جنب حضرتك وده اخر سؤال في الجولة دي ونرجع احنا اخد الجولة اخر بعد بجابة سيدة دولة رئيس الوزراء مصطفى عبد الفتاح قطاع على خبار التلفزيون المصري معالي دولة رئيس الوزراء حضرتك ذكرت ان الحكومة قامت في الفترة الاخيرة بداخل 130 مليار جنيه وذلك لتخفيض الاعباء على المواطن المصري وايضا من ضمن السناريات المتوقع هو الامد الزمني للازمة الروسية الاوكرانية سيمتد الى مدة غير معلومة وبالتالي سيكون هناك اجراءات اخرى لتخفيض نسبة الانفاق وترشيد الانفاق للفترة القادمة كيف ستعمل الحكومة على تحقيق هذا التوازن خلال هذه الفترة دولة رئيس الوزراء اتفضح السيادة الوزراء خمس ساعت هي واقعيا مش خمس اسئلة هما كل زميل سأل سؤالين ثلاثة فأنا هحاول معه سريعا ادي رسائل سريعة بالنسبة لأول سؤال في مضوع التحرك اللي اطلقه البنك الفترالي وهل احنا متوقع ان الموضوع ده يرتبط الموضوع ده يعني طبعا في الاول وفي الاخير هي سياسة نقدية والبنك المركزي المصري هو من خلال لجنة سياسة نقدية هما اللي بالتأكيد بيخططه وبياره في دوق الاوضاع كيف يمكن التحرك في هذا الموضوع لكن هناك بالتأكيد معيار التضخم اللي بيحصل وبالتالي يعني لازم نبقى عاملين حسابنا ان من الوارد يحصل زيادات في اسعار الفايدة قيمتها وتوقيتاتها دي خضع بالكامل لتقدير وتقييم البنك المركزي المصري لكن احنا في حساباتنا كحكومة حطين لنفسنا مدى معين في موازنة العام القادم عشان نشوف نقدر نتحرك ازاي اخزا في الاعتبار هذا الموضوع وده جزء من الرد انتو حتخططو ازاي للفترة الجاية برضو حطين لنفسنا هامش علشان نقدر نناور في اطار التوقعات اللي حتحصل في هذا الموضوع بالنسبة لمنع تصدير الامح من الهند والهند خدته احنا الحقيقة يمكن ومعالي وزير الزراعة كان ممكن يقول احنا يعني الهند ده ما كانتش من الدول الهند طلع القرار خارج الاتفاقات الحكومية والتعاقدات التي تم فالهند احنا بنتكلم معها كاتفاقات حكومية فالقرار اللي طلع من الهند لا يسري على الحكومات ومنها حكومة جمهورية مصر العربية احنا اكد ان احنا فكرنا في الهند كبديل لاحتمال تناقص كميات الامح اللي بتجلنا من روسيا واوكرانيا ومعالي وزير الزراعة يقول لكم احنا تحركنا ازاي مع الهند شكرا فاند اولا طبعا وفقا للاجراءات الاستباقية اللي بتتخذها الدولة المصرية يمكن كان توجيه دولة رئيس الوزراء ان احنا نبحث عن اسواق جديدة وننوع الشركاء التجاريين احنا فعلا بدأنا في التحرك نحية الهند في الفترة سريعة جدا وبعتنا زملائنا تحليل المخاطر في الدولة الهند وتم اعتمادها كمنشأ احنا بقى عندنا حاليا 22 منشأ معتمد لاستراض الامح يعني عندنا الشركاء التجاريين وده احد المحاور المهمة ان احنا نبدأ نلجأ الى اخر وبالفعل يعني يمكن واحنا بنتكلم مع حضراتكم في الشحنة حاليا موجودة بيتم تحميلها من الهند وزملائنا من قطاع الزراعة والحجر الزراعي موجودين هناك حوالي 60 الف طن وزي ما قال معالي وزير التموين هذا القرار لا يسر علينا كدولة مصرية مستثنى من هذا القرار وإحنا مستمرين في هذا الامر لو اسمح لدولة الرئيسة اضيف بس حتة مرتبطة بالاكتفاء الزاتي بالمرة بقى عشان موضوع الهند الزميلة نادى اللي تحدثت عن ان احنا بنستهدف ان احنا نحا اكتفاء الزاتي من الامح فيه 25 طبعا الدولة المصرية بتعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء العامل العالم كله بيؤمن بسياسة الامن الغذاء النسبي وليس الامن الغذاء المطلق وهو تعظيم القيمة التنفسية اللي بتتمتع بها الدول وفي نفس الوقت حرك التجارة الدولية احنا عندنا محورين رأسيين وهو محور التوسع والأفق زي ما قال دولة الرئيس عندنا مشروعات قومية كبيرة في زيادة الرقعة الزراعية للتغلب وتعويض النقص نتيجة التعدي على الارض الزراعية والزحف العمراني عندنا مشروعات كبيرة زي ما قال دولة الرئيس في تنمية شمال وسط سينة الريف المصري الديلت الجديدة العملاق تشكة الخير دي كلها مساحات ان شاء الله لما تدخل بالكامل حيث تنفيذ هتأدي الى رفع نسبة المساحة المنزرعة الامحة المحور التاني اللي برضو بنركز عليه وبردو ناخده في الاعتبار مع محدودية الارض والمية لانها يبقى في نهاية الموارد الطبيعية لا حدود يعني نهايتها دي بقى لا حدود في الظل الموارد المتاحة وهو التوسع الرأسي احنا بالمناسبة من اعلى الدول في انتاجية وحدة الفدان بالنسبة الامح احنا بيصل انتاجية الفدان متوسع انتاجية حاليا حوالي 2.8 طن يعني حوالي 19 الى 20 ارداب المتوسع العالمي قد يصل الى 1.5 طن وبالتالي ده جهد للدولة المصرية في هذا المجال فاحنا في اطار التوسع الافقي التوسع الرأسي هنصل ان شاء الله الى التحقيق النسبة 65 ونزيد فيما لو تم ان شاء الله يعني يعني الزيادة السكانية بتأثر بدرجة كبيرة على هذه المحاور نأمل ان احنا نعالج لها مشاكل في الفترة القريبة شكرا لدولة ريز بالنسبة يمكن للسؤال الخاص بالصناعة اعتقد احنا عرضنا رؤية كاملة ازاي حنتحرك في مجال الصناعة بمستهدفات وكألية متابعة لتنفيذ هذه الخطة احنا حنراجع احنا علاننا ارقام واضحة جدا كل 3 شهر هنطلع ونتكلم ونشوف متابعتنا لهذه الارقام والمستهدفات ايه لو في حاجة متأخرة هنتعامل معها ازاي ولكن احنا الحقيقة كمجموعة مصغرة جوة الوزارة وكوة الحكومة هنكون بنتابع بصورة اسبوعية وصورة شهرية الموقف التنفيذي ولكن كل 3 شهر هنعمل تقارير بالانجاز اللي بيتعمل بالنسبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وده كان سؤال مهم انا عايز اقول لحضراتكم ويمكن انا كنت قلت هذا الكلام قبل كده احنا لم نتوقف من التفاوض مع الصندوق احنا البرنامج بتاعنا اللي يعتبر من انجح البرامج تبقى لشهادة الصندوق اللي خلص وكان جزء اللي مكمل بعد ازمة كورونا وانتهى في يونيو الماضي ويونيو 21 والزملاء يؤكدولي بدأنا على طول بعدها التفاوض مع الصندوق على برنامج جديد والبرنامج الجديد كان اساسه هو دعم فني فقط لان لم نكن فيه هناك احتياج للجزء المالي ان اقتصاد المصر كان بتحرك لكن مع الضغوط الكبيرة اللي حصلت بسبب موجة التضخم ومع الازمة الروسية الاوكرانية بقينا بنتكلم حاليا مع الصندوق على ان يبقى فيه مكون تمويلي ايضا ضمن البرنامج النهاردة النقاش فيه تفاوض قائم من خلال وزارة المالية والبنك المركزي بالفاعل مع الصندوق وبنتحرك فيه بخطوات جيدة جدا جدا وان شاء الله محطوط مدى زمني في خلال بضعة اشهر اقل من يعني فترة زمنية بس انا مش عايز اصطبق الاحداث ولكن في خلال شهور قليلة جدا حيكون البرنامج قيد التنفيذ في خلال الفترة الجاية وشغالين مع الصندوق تبقى للاجراءات ومتوقع ان يبقى ان شاء الله فيه تبدأ الزيارات الرسمية للتوافق على البرنامج بسورة والتفصيلية بالنسبة لتصدير الغاز احنا بالفعل ضمن خطة ويعني منتدى غاز شرق المتوسط وان مصر تبقى هي المركز لهذا الموضوع النهاردة بقى مصر بتصدر جزء من الانتاج الغاز بتاعها وفي نفس الوقت بتستقبل الغاز من الدول المجاورة وبيتعمل له قيمة مضافة من عملية اسالة واعادة ضخ في الشبكات للتصدير فخطتنا الفترة الجاية وتكلمنا فرعا مع المفوضية الاوروبية ان اي فوائد هتبقى موجودة وبتبقى لتقديراتنا هتبقى بتوجه في عملية زيادة عملية التصدير في خلال الفترة الجاية ويمكن نتكلم معنا الاتحاد الاوروبي بصورة مباشرة انه يرغبوا ان كل يوم هما الاولوية في كل يعني الصفقات ان شاء الله في خلال الفترة القادمة بالنسبة لسؤال الهوت ماني وان حجم الخروج كان قد ايه اللي قدر يمكن وده تبقى لارقام رسمية ما يقرب من 20 مليار دولار خرجوا من بداية العام بسبب تدعيات الازمة وما قبل الازمة لما ابتدى البنك الفيدرالي يرفع الفايدة بتاعته وابتدى يحصل هذا الموضوع في المقابل احنا نجحنا كدولة مصرية في يعني وجود حزمة من الاستثمارات والودائع من الدول العربية وهنا بأكد ان كمان جزء منها ليس بالقليل كان استثمارات في حدود ما يقرب من 12 فاحنا النهاردة حتى كلامنا مع اشقاءنا في الخليج ان جزء اكبر من هذه الاستثمارات الودائع ايضا حيترجم او حيحول الى استثمارات في الفترة القادمة عشان ما يبقاش زيادة على رقم الدين الخارجي بالعكس حانبقى بنشتغل معاهم وفعلا بالفعل شغالين من خلال الصندوق السيادي المصري على ان جزء من هذه الودائع يتحول الى استثمارات مباشرة الامح معادي الوزير اشار اليه بالنسبة لي موضوع السؤال الدولة العميقة والتحديات البيورقراطية وخلينا اتكلم بمنتهى الامانة ووضوح ده جزء من تحديات الدولة في اطار انا عايز اقولها بصراحة هيكل اداري ضخم جدا ومتضخم على مدار خمسين ستين سنة احنا نعي تماما ان قوامه احنا كاحتياج للدولة لو احنا بنتكلم كنحية معيار كفاءة وادارة لا نحتاج اكتر من تلاتين في المية من الهيكل الاداري اللي موجود وبالتالي ومع ذلك اللي احنا بنعمله النهاردة خطة واضحة جدا ازاي نتعامل رفع كفاءة العاملين الاهم الميكانة والتحول الرقم كل ما بقدر ان انا اقلل من الاحتكاك المباشر ما بين المواطن والموظف كل ما ده بيسهم في الاسراع بتيسير الاجراءات ويقلل من يعني احتمالات ان يكون فيه شبهة فساد احنا النهاردة وصلين مع نهاية هذا العام حيبع عندنا ما يقرب من مية وخمسين خدمة هتبقى نقدر ان احنا نعملها من الكترونية من غير الاحتكاك المباشر وحنتوسع في هذا الموضوع في الفترة القادمة الاسعار وضبط الاسعار تانيا انا عايز اقول لحضركم وخلينا وقعين بتحصل زيادات لازم هتحصل زيادات غصبا عننا لان الاسعار برا بتزيد الاسعار زي ما وردت الحراكم بيحصل تضاعف لكن احنا كما بدأنا كدولة كيف نستوعب جزء من هذه الزيادات من خلال الاحتياطيات اللي احنا مرصدينها لهذا الموضوع ونمرر الجزء على المواطن فهذا الموضوع احنا اللي بنقدر نعمله النهاردة من خلال جهاز حماية المنافسة وحماية المستهلك مع المحافظين ان احنا نفعل عملية منظومة المرأبة على الاسواق وان احنا بقدر امكان ما يكونش فيه هناك اي نوع من المغالاة في اي زيادات وبنقدر نتحرك لكن الاهم طول ما قادرين وده توجهات سيادة الرئيس طول ما المنافذ التابعة للدولة بتوفر السلع بكميات كبيرة وده اللي حصل الحمد لله في رمضان ده الوحده بيبقى ادات ضبط للسوق ان شاء الله بالنسبة لأولويات المشروعات القومية بالتأكيد مشروع زي حياة كريمة ده أولوية قصوى ومستمرين فيه بقوة وليس هو المشكلة عملية تمويل خلينا اتكلم المشكلة الحقيقية اللي بتواجهنا النهاردة هو المواد الخام ومستلزمات الانتاج لهذه المشروعات نحن عندنا مشكلة مثلا في ماد مواد خام زي زي البي في سي اللي بيدخل في كل المواسير اللي بتتعامل دي أزمة علامية أزمة المايكروشيبس اللي دخلة في كل الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية فاللي بيعطى المصر زي كل دول العالم جزء من سلسلة الامداد العالمية اللي فيها اضطراب ونقص فيه توافر المواد الخام لكن إحنا كدولة في خط التقشف الأولوية هو لمشروعات القومية لإن زي ما عرضت حلاركم لو لهذه المشروعات يعني معلش ما كانش بقى الوضع اللي إحنا بقين موجودين فيه حجم فرص العمل اللي بتخلق والأهم بتوفر الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وبالتالي إحنا مستمرين في الإنفاق على المشروعات القومية تبقى للموازنة اللي إحنا حطينها إحنا فيه حوكمة للموازنة مواضح تماما باب الاستثمارات حجمه قد إيه وأعباءه إيه وبنشتغل في هذا الإطار على إشان نضمن الدفع بهذه المشروعات اللي كلها هي طلبات للمواطن المصري خطة الترشيد موجودة وأعلنت وحنستمر فيها في بنود كثيرة جدا في خلال المرحلة القادمة بإذن الله طيب أنا بس حد الفرصة بعد إذنكم الوكالات عندنا أربع وكالات أو خمسة من كبار وكالات العالم وموجودين معنا ومزمناء لمصريين برضو فببدأ وكالة رويترز سأبدأ من رويترز فضل رويترز رويترز مساء الخير صرف صفتي من وكالة أنباء رويترز أنا قد عايزة أعرف لو هل في اتفاقات لشراء الأمح خارج نطاق المناقصات وهل يعني كالجورمين وغير واذا كانت مع الهند أو بلد أخرى شكرا شكرا الاسويتر برس الزميل مصور فقط طيب وكالة سبوتنك الروسية تبضلي مساء الخير سالمة من وكالة سبوتنك الروسية كنا عايزين نسأل عن القمح الروسي أنه كان فيه كلام عن سفن قمح بتأتي بشكل غير متفق عليه السفارة الأوكرانية أصارت هذا الموضوع فكنا عايزين نعرف إيه الموقف حيكون مع القمح الروسي في الفترة المقبل حضرتك ذكرت أيضا أن من الشراكة مع القطاع الخاص 10 مليار دولار سنويا تقريبا أنتو بتستهدفوها السنة دي 15 مليار دولار هل متوقعين يعني أو حضرتك قلت إن إحنا حددناهم تقريبا يعني هل هم يعني اسمهم مؤكدين للاستثمار في السوق المصري شكرا شكرا بسبب القيود أو العقوبات الغربية شكرا شكرا حضرتك وبعدك الأستاذ وحليمش كده حضر رمي سعد راديو مصر قطاع الأخبار كنت عاوز أسأل بعد موافقة البرلمان على قانون السقوك السيادية يعني نعرف من حضرك موعد طرح هذه السقوك ثانيا حضركت كلمت فندي معا المشروعات القومية وتنفيذها وأن نحن متأثرين بزيادة الأسعار يعني عايزين حضركت برضو توضحننا تأثير زيادة الأسعار ديات على مدد التنفيذ أو الجدول الزمني للتنفيذ هذه المشروعات هندي مختار اليوم السبع كنت عايز أسأل أنه مع كل إنجاز تعمله الدولة المصرية بيبقى فيه شائعات وكان من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية كان فيه شائعات متدولة مؤخرا إن فيه مشروعات توقفت بسبب وجود أزمة في التمويل بتها فكنت عايزة أعرف رد حضرتك على الموضوع هذا ثاني حاجة لوثيقة سياسة ملكية الدولة إزاي هتقدر تفيد المستثمر سواء المصري أو الأجنبي وتساعدوا في ذلك الإجراءات اللي بتقوم بها الدولة في الاقتصاد المصري شكرا جارج على طول وعن نرجع بعد كده شمال عوض الغنان مرسل إكسترا نيوز تحياتي لحضرتك دولة رئيس الوزراء السؤال المباشر حول التعاون أو العلاقة التي تجمعك كحكومة مع البنك المركزي لوضع السياسات المالية في ظل الظروف الرهنة وعاوز تفسير لحضرتك مع هو السؤال لي الصحيق عن مقيلة عن زيادة الاحتياط بالنسبة للدهب في البنك المركزي ورسالة دقيقة هل يعطي مزيد من الثقة لمؤسسات التمويل الدولية وزيادة مزيد من الثقة في الاقتصاد القومي سؤال الآخر كان عدد أو ربما أحد نواب تحدث وطلب حكومتكم بضرورة تأجيل وليس توقف المشروعات القومية رد حضرتك على هذا الأمر هل هناك جدوى الزمني لهذه المشروعات القومية وأولويات هذه المشروعات القومية وفي القلب منها بطبيعة الحال العاصمة الإدارية المشروع القومي الأضخم في مصر شكرا من المنحية الثانية أستاذين جنب بعضكم فضل السلام عليكم منصور كامل الأخبار معالي دولة رئيس الوزراء كان الحكومة أعلنت في وقت سابق ومنذ السنوات هل ترى سيادتك أن هذا الوقت هو المثالي لتطبيق هذا البرنامج للتخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة كمان حضرتك أشرت إلى أنه فيما يتعلق مثلا بالفنادق التاريخية المملوكة للدولة هناك عن خطة للتخارج منها أو طرحها في البرصة هل الدولة يعني تعيد سياستها تجاه ملكية هذه الفنادق التي تابعة بالفعل لأحدى الشركات سؤال الثاني فيما يتعلق بموضوع الرقابة وضبط الأسواق عندنا عديد من الأجهزة المعنية بأداء أو مراقبة الأسواق مثل جهاز المنافسة ومنع موارسات الاحتكارية أو حتى مباحث التوين هل لدينا توجه بأننا ننشئ جهاز واحد لضبط عملية الأسواق وسعادة وزارة التوين بعد كده لأداء دور المنظم والمراقب للسوق بدل منها شكرا لجارك على طول حسن أبو خزين روز الوصف يمكن ما تم عرضه اليوم يعتبر ثورة حكومية بالنسبة لها الإجرات التي أخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بالنسبة لها القطاع الخاص ولكن القطاع الخاص هو الفرصة الزهبية هل ممكن يبقى مؤتمر خاص بالقطاع الخاص يشرح له كل هذه الإجرات إلا أمر الآخر يمكن بعض المواطنين يطالبوا ونعرف أن حضرتك فتحت هذا الأمر أكثر من مرة للتصالحات في المباني المخلفة هل هذا الأمر يحتاج لتعديل تشريعي وخاصة أن حضرتك نحن أتمنى من الزملاء نحن مؤتمر له عنوان عريض نعم فنركز على عنوان العريض لأنه خارج الموضوع الذي نتكلم فيه شكرا 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 أنا بس ألبس بزملاءنا من أسيا كان موجود عندنا أساهي تلفزيون وصحيفة وعندنا أيضا من الصين قدم نفس الحضرة وقال الشيخ جريد أساهي الياباني تفضل كان سؤالي طبعا مع دولة رئيس الوزراء تطرق لخطة الحكومة لزيدة الرقعة الزراعية وحولة تحقيل الاكتفاء الزاتي من الأمح وطبعا هذا يخص أمن مصري المائي فكنا أريد أن نعرف الجديد بشأن ملف سد النهضة تفضل الزميل تفضل فهي ما أحنا في قناة العربية العربية طيب مش أنا كنت عايز أسأل على سياسات البنك المركز المصري خلال الفترة اللي فاتت المستثمرين تعرضوا لضغوط كبيرة جدا نتيجة القرارات واضح أن ما فيش توافق مع الحكومة عليها وكانت نتيجتها التراجع عن قرار الاعتمادات المستندية والعودة للمستندات التحصيل حاجة تانية من العوامل الرئيسية اللي بتمنع أي مستثمر يدخل برضو أو بتوعارك للاستثمار الأجنالي عدم وضوح الرؤية بالنسبة لسعر الصرف بيحصل أن احنا بنثبت سعر الصرف في الفترة طويلة وفجأة بيتغير سعره ايه الضامن للمستثمر في الحالات شكرا فضل حضرتك واللي وراك واحد فيكم ابتدي محمد ابراهيم جريد دستور كنت عايزة أسأل سيادتك دورة رئيس الوزراء بداية تنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي كان بيستهدف مضاعفة الرقع المقاولة السكان في مصر من حوالي خمسة وستة من عشرة في المية أو ستة من عشرة لتناشرة أو تلاتاشرة في المية أعتقد أن احنا حاليا تخطينا النسبة فهل سيادتك الفترة المقبلة هداش هالتوقف التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتخصيص وانتقال المخصصات لهذه المدن في استثمارات أخرى مثل الزراعة والصناعة وأشياء أخرى سؤال آخر وأخير وأخير هل في إمكانية لوجود صندوق مصري مستقلي يدير طروحات الحكومة في البورصة وهل في إمكانية تخفيف أعباء ضربية وقلونية في البورصة مثل ضربة الأرباح الرأس المالية شكرا آخر سؤال لحضرتك وبعدك أحمد عبد وصمان آخر سؤال محمد جمال قناة دولة رئيس الوزراء 20 مليار دولار حجم الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصري هل لدى الحكومة خطة لاستعادة هذه الأموال إلى السوق المصري مرة أخرى شكرا عشان الأستاذ ما تزعلش أنت قبل الأخير الأستاذ أحمد عبد وصمان آخر سأتفضل قدام حضرتك الأستاذ قدامك صفية حمدي جارت الميل سؤالي الفجوة التمولية في الموسط العام القادم تقريبا قد إيه وإزاي الحكومة هتقدر إن هي تعود الفجوة دي في ظل الانتزام بالخطة الخاصة بخفض الدين العام الحاجة التانية إن في بنعرف إن فيه فرق ما بين فيه تضخم خاص بالزيادة الطلب وفيه تضخم خاص بالتكلفة وفيه ده خوفات في العالم دلوقتي نحن نخل في حاجة اسمها الركود التضخمي هل إحنا وخطط ده غير ده يعني رفع الفايدة ما يعوضش وبيقللش التضخم هل إحنا إيه اللي إحنا ممكن نقوم به علشان نعوض عشان نعوض جده الحاجة الأخيرة أنا أسفة وهو في الكطاع الخاص والعمالة في الكطاع الخاص الحكومة بتاخد إجراءات مهمة وحماية اجتماعية للعملين بالحكومة بتعمل حياة كريمة للفؤرة لكن إحنا فيه فيه دلوقتي قطاع خاص مع الظروف اللي بيوجهها هو كمان بيعاني فيه استغناء عن عمالة فيه أجور ممكن يتم تخفضها هل الخطة فيه ممكن خطة لربط حوافز القطاع الخاص بيحفاظ على العمالة في مرحلة السنائية زي دي ولا شكرا سيدة أحمد وصمان خلافة العربية آخر سؤال سؤال يمكن كان فيه انطباع في الفترة الأخيرة من خلال تصريحات لبعض رموز القطاع الخاص أو ما يكتب في بعض التقارير بأنه يعني ما كانش فيه نوع من الشراكة مع القطاع الخاص والحكومة وكانش فيه تفضيل للعمل مع القطاع الخاص الآن وكل ما طرح من حوافز خلال هذا المؤدمر هل فيه خطة للترويج معها للعمل مع القطاع الخاص سواء الأجنبي أو المصري بأن هناك فصل جديد يفتح فيه العمل والشراكة مع القطاع الخاص شكرا رزيزة عمد دولة الرئيس والسادة رزيزة فضل اسمحوا لي يمكن حرد سريعا على بعض النقاشات ولكن أنا طالب برضو من معالي الوزراء المجموعة الاقتصادية معنا معالي وزير التخطيط معالي وزير التعاون الدولي وأيضا نائب وزير المالية يعني أن نتكلم على الحاجات الأسئلة اللي أثيرت ويمكن موضوع السندوق بتاع الطروحات الخاصة بالدولة والطروحات نفسها والموضوع طبعا التعاون مع المؤسسات الدولية إزاي في موضوع الدين الخارجي والحاجات المعينة وطبعا نائب وزير المالية هيعرض موضوع العجز اللي موجود في الخطة العام المالي القادم ولكن اسمحوا لي سريعا يعني برضو اول سؤال كان ذكر وحسيب السيد وزير التموين يكلم عليه اللي هو كان خاص بالتفاقيات شراء الامح وانها تبقى من حكومة لحكومة بشكر حضركك وبشكر السؤال السؤال اولا القواعد المنظمة لشراء الامح كانت هي قانون المشتريات والمؤخصات الساري وكان بيتم طرح منقصة عالمية في ذلك نظرا للظروف وتحسبا لمثل هذه الامور تم عرض على مجلس الوزراء ووافق مجلس الوزراء باعطاء هيئة السلعة التنمونية السلطة لعمل اتفاقيات مباشرة مع موردين مباشرين او مع الحكومات وبالتالي منذ بداية هذه الازمة اصبح لدينا هذه الالية من قرار مجلس الوزراء جاري الان مناقشات مع الحكومة الهندية ومع استراليا ومع فرنسا ومع كازاخستان في كثير من الدول واحنا بس اسمحودي بس العالم كله بصص نتيجة مصر اكبر مستورد امح في العالم فازاي ما بتستوردوش دلوقتي مش هنستورد دلوقتي احنا في موسم محلي والحمد لله الخير موجود يعني نزيد من العجز نزود ما عندنا هو اربعة شهر للنهاردة وعندنا محصول ان شاء الله هيوصل زي موعدنا دورة الرئيس انا ووزير الزراعة خمسة ونص مليون طن لاول مرة يبقى عندنا فيوصلنا الاخر هل معنى كده ان احنا مش محتاجين امح لا محتاجين امح وفعلا لابد هنستورد الاربعة ونص مليون طن هنستوردهم للعيش البلدي بالاضافة لللي احنا بناخد بالاضافة للقطاع الخاص شغال وهيستورد الخمسة او الاربعة ونص التانيين بناء على معدلات استهلاك النقطة التانية وبالزاك بجاوب الجزء بتاع روسيا من هنا وفي حضور دورة رئيس الوزراء لابدنا ان نواجه الشكر لكل الموردين الروس لسبب لم يتقعسوا في توريد كافة الاتفاقات وكافة العقود التي تمت حتى هذه اللحظة والدولة اوكرانيا وفت بكل الموضوع فرنسا وفت رومانيا بس انا كنت اقصد بعدين حضور دورة رئيس رومانيا وروسيا نتيتهم اللي كان في المشكلة ولكن الحق تم توريد كافة الكميات التي تم في موضوع هي اصارته بس استاذنا حضريك عشان واخد لغط كتير في مركب اتقال انها امحو اوكراني وطلع من روسيا اللي سمحت بتحرك وقالت انها جت على المواني المصري لم يكن هناك اي مستردات شحن ولم يكن هناك اي طلب من قطاع خاص او من قطاع حكومي ورفضنا دخولها المواني المصرية وتحركت الى ميناء في الظروف الازمات دي بيبقى فيه بعض التجار وكده معهم شوية امح وبيتحركوا بيه لمجرد ان هما يشتغلوا بيه على اي ميناء لم نسمح بمثل هدي الممارسات انما الحق قال لابدنا ان نوجه الشكر بكافة الجهات المؤردة والعملة معنا في الاقناع شكرا اسمحوا لي برضو حترك لمعالي الوزيرة التخطيط برضو الجزء الخاص بحزمة الاصول اللي احنا فعلا حطناها ومستهدفينها لان ده كان سؤال احنا اتكلمنا على تسعة مليار وخصصة مليار ودول فعلا مؤكدين وحنتحرك فيهم ازاي ومعالي الوزيرة هترك لها انا هحاول اخلص بقية الاسئلة بحيث اترك لحضراتكم السؤال بالنسبة لي قانون السقوق السيادية احنا كرئيس وزراء ومجلس وزراء مضيت اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبدأ تفعيله وان شاء الله وزارة المالية حاليا شغالة على طرح اول سقوق سيادية باذن الله في خلال الشهور القليلة جدا القادمة بحيث تبقى دي اول حزمة مصر تطلقها باذن الله اكيد الزيادة بتاعت الاسعار اللي حصلت في مواد الخام والتوردات وتغيير سعر العملة هيبقاله يعني تأثير على المشروعات القومية من حيث تكلفتها وده يمكن احنا تعرضنا له قبل كده في 2016 ويمكن الاجراء اللي احنا بنعمله ان برضو ضمن الموازنة بتاعت الدولة المصرية في الفترة الجاية حطين هامش لتوقع زيادات الاسعار اللي حتحصل ولكن هناك بيبقى في لجنة وده يمكن مهمة جدا لازم حالكم تعرفوها يطلق عليها لجنة تعويض فروق الاسعار وده لجنة مركزية ممثل فيها كل الوزارات وبيبقى يعني ده موجودة في وزارة الاسكان ووقت ما حصلت التعويم من 2016 كانت اللجنة دي شغالة وهي اللي بتقر فروق الاسعار عشان نعوض بيها شركات المقاولات على مدى زمني وتبقى محطوطة في الاعتبار رسالة للمستثمر الايطالي والكل المستثمرين مصر منفتحة تماما ونتمنى وحنشجع من خلال يعني كل الاجراءات الترويجية والتيسيرات اللي احنا عاملينها لزيادة حجم الاستثمار الخارجي المباشر اللي حيدخل في مصر في خلال الفترة القادمة ويمكن زي ما قلت لحضراتكم الوحدة اللي انا يعني طلعت قرار بانها تكون تحت اشرافي المباشر وحكتمع معاها كل اسبوعين هدفها ان اي مشاكل لأي مستثمر ايا كانت في اي جهة في الدولة يعني اخد فيها قرار على المستوى الشخصي بالتعاون مع زملاء الوزراء المشاريع اللي توقفت او تبطئت يا اسزة هند هي مش توقفت هو بسبب غصب عندنا بعض المشروعات نتيجة تانية زي ما بقول كنا بنستورد بعض المواد الخام او بعض التوردات ونتيجة لاضطراب اسواق التوريد برا بقينا عندنا هامش تأخير وعشان كده يمكن احنا في اطار الفترة اللي فاتت عملنا قرار بمد مدد المشروعات لفترة زمنية على شايد ما نبقاش طبعا نوقع الشركات ولا الموردين في فكرة غرامة تأخير ولا الكلام دا لان دا ظرف خارج عن ادارتهم عن ارادتهم بالكامل وضروش يتعاملوا معاك موضوع يعني معلش العلاقة مع البنك المركزي وحرك يمكن اشارته هذا الموضوع عايز ااكد لحضراتكم مرة اخرى بقدر امكان في ضوء هذا الاضطراب الشديد جدا اللي بيمر به في العالم بعض الاقراءات او القرارات اللي ممكن تتاخد على الارض ممكن تبقى في صالح يعني الدولة في سياق معين ولكن بعض الفئات تبدأ تتضرر منها ولكن يمكن كان دايما همنا كمؤسسة مع بعض ان هذه الاجراءات هي اجراءات وقتية او مؤقتة وكنا عشان نعدي فترة معينة واسمحوا لي اشرح لحضراتكم يعني طالما احنا بنتكلم في هذا الموضوع القرار اللي يعني فخامة الرئيس وجه عشان نشجع الصناعة وانها تتحرك باسرع وقت ممكن ان احنا الرجوع مرة اخرى لنظام مستندات التحصيل احنا لازم ناخد بالنا ان الفترة اللي هي كانت اللي انا شرحت فيها حصل فيها خروج سريع جدا ومتسارع للاموال من الاجانب احنا كاولوية كدولة كنا حطينها كرؤية استراتيجية ان اي مستثمر اجنبي النهاردة هو الاولوية ان هو لو حب يخرج بفلوسه يخرج بفلوسه احنا كدولة بنحترم كل المستثمرين ودايما هدفنا كمصر ان احنا نؤمن ان اي استثمر اجنبي مباشر وسنظل نعمل على كده اي مستثمر اجنبي مباشر حيدخل من حقه في اي وقت انه يخرج وبالتالي في ضوء اللي كان الظروف اللي عدنا بيها في الشهرين الماضيين كانت الاولوية في ضوء الموارد اللي حصل ضغط عليها من سلع استراتيجية بترول وامح اسعارهم زادت وسلع اخرى قلت مواردك من الدولار حصل خروج كان الاولوية بالنسبة لنا كدولة نؤمن حقوق المستثمرين الاجانب ده شيء مهم جدا واستراتيجية وبأكد عليها عشان كان فيه سؤال ايه رؤيتكم للفترة القادمة احنا بنؤمن بالكامل كدولة ان يبقى دايما مصر دخول وخروج النقد الاجنبي هو مؤمن فكان الظرف كان حاكم جدا علينا ان احنا نعطي الاولوية لهذا الموضوع على حساب بعض القطاعات الاخرى اللي يحصل فيه نوع من الحوكمة في التعامل معها الحمد لله قدرنا ان احنا نؤمن خروج كل الهوتماني اللي ما يطلق عليه الهوتماني والاموال الساخنة وما اصبحش علي النهاردة هذا الضغط وبناء عليها كان توجيه في خمط الرئيس نرجع ليه الاجراءات العادية في توفير مستلزمات الانتاج ومواد الخام لكن زي ما بقول لحضراتكم مشكلتنا النهاردة واعتقد في العالم كله ما حدش شايف مدى زمني محدد لانتهاء هذه الازمة التضخم بالارقام الهائلة اللي موجودة بتفرد علينا كحكومة ابقى دايما وانا بقول لحضراتكم ابقى حاطط دايما السيناريو الاسوأ قدام عناية واشتغل عليه لكن ربنا كرمنا والامور تحسنت وهو دا اللي الحمد لله بيحصل خلاص يبقى انا نأمن نفسي من البداية فعشان كده انا بس بوضح هذه الجزئية في هذا الموضوع بالنسبة لي تأجيل المشروعات زي ما قلت لحضراتكم احنا الخطة بتاعتنا موجودة المشروعات اللي سارية والجاري تنفذها دي مش ممكن تتوقف لان دي هتبقى خسارة على الدولة ولكن بنعيد ترتيب اولويات المشروعات الجديدة برضو في اطار مواردنا من العملة الصعبة عشان نبقى دايما حطين في بالنا اولا ان اي مشروع ليه مكون اجنبي حنؤمن ازاي هذا المكون الاجنبي انا هنا بتكلم على مشروع جديد عشان يبقى عندنا رؤية واضحة لهذا الموضوع انا هترك بقى لزملائي يعني بالنسبة لي معاني الوزيرة وكل الكلام ده ولكن هيمكن اخر سؤال هحاول اجاوب عليه ان زيادة الرقع الزراعية ويمكن زي ما سيادة الوزير قال الهامش بتاعنا او المحدد الاساسي في مشروعات زيادة الرقع الزراعية هو المياه موارد المياه عشان كده مصر اللي بيتعامل النهاردة من المشروعات لمعالجة المياه وتحلية المياه وتبطين الترع والري الحديث وكل هزي المشروعات هدفها شيء واحد فقط ان احنا نؤمن ونستفيد من كل قطرة مياه في مصر وبالتالي انا بأكد عشان يمكن كان السؤال مع موضوع سد النهضة مصر يعني احنا لدينا حقوق تاريخية واضحة في نهر النيل وبالتالي احنا لا نقف ضد اي تنمية بتحصل في اي دولة من دول حوض النيل بالعكس احنا بنساعد وفي مشروعات كثيرة بتتم في دول حوض النيل احنا بشركتنا اللي بندخل وبنعمل هذا الكلام ولكن يعني لن نقبل اي ضرر هيحصل على مواردنا من المياه وبالتالي احنا احنا كمصر كدولة بنتعامل بهذا المنطق احنا لا نقف ضد تنمية بتحصل في اي دولة ولكن في نفس الوقت بنتمسك بالحفاظ على حقوقنا في مياه نهر النيل وبنتعامل من هذه الاسس في هذا الموضوع بالهدوء والحكمة مع اشقائنا في الدول الافريقية الرقعة المعمورة حاليا المشروعات القومية فعلا النهاردة اللي بقت بتتنفذ مع اكتمالها حنبقى وصلنا الى 14% من مساحة مصر بس مع اكتمالها فاحنا بنشتغل على هذه المشروعات ومش فقط هي مدن جديدة المدن الجديدة كمساحة هي يعني اقل حاجة المساحة الاجبر هو الزراعة والاستصلاح الزراعي لما بنتكلم على 2 مليون فدان بنستهدف اضافتهم في الرقعة الزراعية لفترة الجاية دي المساحة الكبرى لان في الاخر المدن الجديدة لما نجمحها مع بعض ما تجيش حتى ربع هذه المساحة لما بنتكلم عليها فاحنا ده شيء مهم معالي وزيرة التخطيط اترك لحضرتك بقى الموضوعات الاقتصادية والسندوق معالي وزيرة التعاون السيد نائب وزير المالية وبرضو رئيس سيد الاستثمار لو في حاجات نحب نضف شكرا 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 دولة الرئيس يعني استكمالا للحضرات اعرضتوا بس فيه مؤشر لسه جايلي حالا من ضمن المؤشرات الايجابية جهاز الاحساء اعلن انخفاض معدل البطالة الربع الاول من العام الى سبعة واثنين في المية فده لسه يعني حالا من ساعة اعلنه السيد رئيس جهاز الاحساء وده طبعا استكمالا للمؤشرات الايجابية اللي تفضل بعرضها السيد رئيس مجلس الوزراء لانه احنا طبعا قضية النمو واستدامة النمو مهمة جدا واساسية ولكن ان يرتبط هذا النمو بمعدلات التشغيل ان ده الهدف اللي احنا كلنا كمؤسسات الدولة بنتشتغل عليه ان يكون هناك معدلات للنمو مستدامة وفي نفس الوقت تكون هذه المعدلات مرتبطة بمعدلات التشغيل لائقة فده دليل مهم جدا على ان فعلا الاستثمارات وتوجهات الدولة رايحة في المكان الصحيح وهو مزيد من فرص العمل للمواطنين النقطة التانية انه مهم ان احنا برضو نوضح لحضراتكم انه زي ما تفضل دولة الرئيس احنا بنرجع هذه الاصلاحات كل فترة لان دي اصلاحات ودي وفائق حية بيتم مراجعتها مهم ناكد انه هذه الاصلاحات بيدير الحلقات النقاشية وفي المواعد المستديرة بيدير هذه الحلقات القطاع الخاص هو شريك اساسي في خطة الاصلاحات الهيكلية فكل الحلقات اللي بتتم بنبقى رئيس المائدة المستديرة رئيس مجموعة العمل هو من القطاع الخاص فمهم جدا انه تبقى انتباعاتهم واصلاحاتهم ومتطلباتهم كقطاع خاص موجودة دايما في كل الوثائق الخطط اللي بنتكلم عليها النقطة المهمة وهي خاصة بدور الصندوق السيادي زي ما عرض الدولة الرئيس احنا النهاردة صندوق السيادي زي ما حالكم عارفين هو انشئ من تقريبا سنتين ودوره الاساسي انه هو يبقى دراع هام استثماري للدولة المصرية لا انه هو يعظم العائد من اصول الدولة سواء هذه الاصول دي مستغلة او غير مستغلة فانا النهاردة بنبقى بنشوف ايه هي الفرص الاستثمارية اللي موجودة في الدولة بحول هذه الفرص الاستثمارية الى منتج استثماري وبالتالي بعرضه على القطاع الخاص شراكة مع القطاع الخاص سواء هذا القطاع الخاص هو قطاع خاص محلي او قطاع خاص اجنال بالاضافة الى ان احنا كمان بننظر في عدد كبير جدا من الاصول الغير مستغلة وبنعظم العائد منها عشان نقدر هذه الاصول يستفيد منها الاجيال القادمة يعني كمثال هذا زي ما حالكم شفتوا العرض اللي حصل في مجمع التحرير ان احنا عندنا هذا الاصل غير مستغل بنبتدي نحوله الى فرصة استثمارية بنبتدي نطرحه للعالم كله ونبتدي النهاردة اكتزى بعدد من التحالفات الاستثمارية الاجنبية عندنا مجموعة من الاراضي الفضاء اللي احنا عصلنا عليها في السادس من اكتوبر طرحنا هذه الاراضي وتحولت الى مدارس للشراكة مع القطاع الخاص فده ايضا دليل على ان احنا بنحول الفرص او الاصول الغير مستغلة انها بالشراكة مع القطاع الخاص الى مدارس عندنا مجموعة اخرى من الاراضي ايضا الفضاء اللي طرحناها للقطاع الخاص تحولت إلى مدارس تكنولوجية ومدارس فنية بالشراكة مع القطاع الخاص لأنه هو اللي عارف المهارات المطلوبة اللي هو محتاجها لسوق العمل بتاعته فده نوع من الشراكات اللي بيقوم بيها السندوق السياجي غير كده عندنا استثمارات مباشرة بنتكلم عليها زي توطين صناعة عربات القطارات كأحد المصانع اللي بتتم برضه بالتحالف مع القطاع الخاص الشراكة الأساسية 76% من التحالف اللي توطين عربات القطارات للقطاع الخاص و12% للسندوق و12% لمنطقة الاقتصادية القناة السويس عندنا مجموعة كبيرة من المشروعات اللي بتتم في مجال الهايروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية القناة السويس بيدخل السندوق السيادي فيها عشان يسارع في الدراسات ويخش فيها كشريك في هذه المشروعات جزء مهم جدا وهو برنامج التروحات وزي ما حضراتكم عارفين وفي إطار التحديات العالمية اللي العالم كله بيمر بيها كان مهم جدا ان احنا نبص الموضوع التروحات بشكل مؤسسي فاحنا النهاردة بنتكلم على الإصراع ببرنامج التروحات نتكلم على ان هو يأخذ شكل مؤسسي عشان كده تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي لتولى عملية الإصراع بهذه التروحات هكوا عارفين الصندوق لديه عدد من الشراكات عدد من الشراكات مع سنديق إقليمية عدد من الشراكات مع الدول العربية عدد من الشراكات مع أيضا سنديق سيادية دولية فمهم في إطار هذه الشراكات أن يكون هناك شكل مؤسسي نقدر فيه إن احنا نسارع بعمية التروحات طب هنترح إيه الأصول الموجودة احنا عندنا عدد كبير جدا من الأصول اللي احنا بنتكلم عليها في مجالات متنوعة عندنا جزء من الأصول العقارية عندنا جزء من الأصول في مجالات الخدمات المالية عندنا جزء من الأصول في مجالات التكنولوجيا المعلومات والاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات عندنا جزء في مجال الصناعة جزء في مجال الزراعة ومهم إن احنا نقول هنا الحقيقة أن الدولة المصرية وزي ما كان بيعرض دولة الرئيس استثمرت كتير جدا في مجال البنية التحتية وبالتالي كل هذا الاستثمار إذا أنا ما دخلتش عليه أموال جديدة أقدر أعظم بيها قيمة ما تم استثماره يبقى إحنا النهاردة الحقيقة ظلمنا نفسنا بأن أنا ما دخلتش استثمار أجنبي أو استثمار قطاع خاص شنقدر أعظم العائد على كل الاستثمارات اللي تمت إحنا عملنا استثمارات هائلة في ألبانيا التحتية سواء في الطرق في المواني في الكهرباء حتى الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات مصر يعني بتزود استثماراتها سنويا في الخطة الاستثمارية لا يقل عن ما بين 150 إلى 200% بس استثمارات في المية التحتية فإذا أنا ما دخلتش النهاردة رؤوس أموال جديدة سواء من القطاع الخاص أو من الخارج عشان أقدر أن أنا أستفيد بهذا المجال يبقى أنا النهاردة الحقيقة معظمتش كفاءة هذا الاستثمار بالشكل اللي إحنا كلنا بنأمل إليه فإحنا هناك صندوق فرعي تم الاتفاق على أخذنا كل الإجراءات اللي بتتم عشان إنشاء هذا الصندوق الفرعي في خلال أيام قليلة بإذن الله هينتهي تم أيضا تنصيق مع هيئة الرقابة المالية ومع مجموعة من الشركات القانونية الدولية عشان ينشأ هذا الصندوق حقيقة يعني يجابه كل السنديق السيادية الدولية اللي بتقوم بعملية طرح الأصول وزي ما تفضل دولة الرئيس إحنا بإذن الله يعني قبل نهاية هذا العام بيكون لدينا حوالي 9 مليار من الأصول بيتم طرحها وفي عدد من الأصول والشركات بتتم سواء كانت هتبقى في البورصة المصرية أو بالشراكة مع السنديق السيادية الإقليمية والدولية النقطة التانية المهمة وهي حضرتك اتفضلتي من الأخبار على القطاع الخاص والأجور القطاع الخاص ويمكن يعني بصفتي بتشرف بأن أنا رئيس المجلس القومي للأجور بقول لأول مرة في هذه الحكومة المصرية يعني في أول مرة على تاريخ الحكومة المصرية هذه الحكومة يعني أنا وزميلي من الزملاء الموجودين في المجلس القومي للأجور يكون هناك قرار تاريخي بوجود حد أدنى للأجور القطاع الخاص منذ إنشاء هذا المجلس من التسعينات لم يتم بوجود حد أدنى لأجور القطاع الخاص يعني يحسب للحكومة أنه لأول مرة بيكون هناك حد أدنى لأجور القطاع الخاص ولكن خليني أقول لحضرتك أنه في إطار الأزمات اللي بتمر على العالم اه إحنا عايزين حد أدنى لأجور القطاع الخاص ولكن الحفاظ على العمالة والحفاظ على الكينات ده هدف مهم جدا فأنا بنحدد هذا الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ولكن أيضا إحنا مهم بالنسبة أننا أحافظ على الكينات وأحافظ على العمالة داخل الكينات الأقتصادية لأنه من السهل جدا زي ما حد قلت أنه يحصل استغناء عن العمالة وعالم كله إحنا شايفين على مستوى العالم مؤسسات كتير جدا بتستغناء العمالة فالتوازن بين إن إحنا عندنا حد أدنى لأجور القطاع الخاص احنا عندنا 2400 جنيه تم اخدها منذ 6 اشهر وبإذن الله يحصل اعادة وزيادة لهذا الرقم على نهاية العام بحيث ان احنا باستمرار بنقدر ان احنا نرفع هذا الرقم وندمن علاوة دورية ملأمة ومناسبة للقطاع الخاص فده من الامور الهمة جدا ان انا حبي تأكدها شكرا بالنسبة للتمويل في بدائل عديدة ويمكن استاذ احمد من المالية هيتكلم عن التمويل للسندات والمن السوق احنا بالنسبة لنا التمويل التنموي اللي هو منخفض التكلفة ومن حضراتكو كتير جدا يمكن كنتم معانا في زيارات لمشروعات يعني التمويل فيها كان من المؤسسات التمويلية للحقيقة مصر لها علاقة وطيدة معاها لأكتر من سبب سياغة مشروعات متنوعة ويمكن النهاردة كلمنا عن الصوامع الصوامع ما هياش مباني انشائية ولكن فيها تكنولوجيا اللي هو المكون الاجنابي يمكن رئيس الوزراء دائما حريص انه التمويلات اللي بتأتي من شركاء التنمية يبقى دائما لتلبية المكون الاجنابي الحاجة اللي فيها تكنولوجيا ترانسفر او فيها يمكن خبرات محتاجينها من المؤسسات المختلفة محطات زي محطات بحر البقر محطة الجبل الاصفر المشروعات الحية اللي بتقفز بنا في يعني التحول ايضا الى الاخضر يمكن بصفة عامة دائما التمويل التنموي بيمثل تقريبا 25% من الدين الخارجي وايضا في اي حال من الاحوال لو خدنا لقطة بيبقى دائما 25 مليار دولار لان مصر بتاخد جديد وكمان بتسدد القديم فده كده يعني رولوف ثم زي ما بنقول حاجة تانية مهمة الانطباع انه التمويل التنموي بيأتي فقط للحكومة مش مظبوط هو ايضا بيأتي للقطاع الخاص ويمكن في العرض النهاردة زي ما احنا شايفين اشراق القطاع الخاص في مشروعات متعددة ده ايضا معاه بيأتي على خلفية السمعة الطيبة لمصر مع هذه المؤسسات يتاحت التمويل التنموي للقطاع الخاص يمكن في سنتين كورونا اخدهم كنموزج في 2020 و2021 قدرنا نوفر للقطاع الخاص المصري تقريبا 4.8 مليار دولار تمويل تنموي وده شفنا في مشروعات على الارض زي الميدان جاف في 6 اكتوبر مع البنك الاوروبي لعادة العمار والتنمية وغيرها من المشروعات حاجة تانية طبعا مصر على مشارف استضافة كوب 27 وهنا في حتة التمويل عايز اقول حاجة التمويل المختلط والتمويل مع مؤسسات التمويلية اللي هي البنك الاوروبي لعادة العمار والتنمية البنك الدولي البنك الاوروبي للاستثمار وغيرها الحقيقة من خلال بعض المشروعات اللي شفناها زي تحليط الميا ايضا في اتاح التمويلات منخفض التكلفة للقطاع الخاص فدي ايضا نقطة هامة جدا جزء من الشكل العام للتحرك في المرحلة المقبلة ويمكن حاجة اخيرة اختم بيها ان ايضا مصر مع هؤلاء الشركاء السنة دي بنعمل الاستراتيجيات للخمس سنوات القادمة والقطاع الخاص وتعزيزه وتمويله من خلال ان الاقتصاد يكون رقمي وشامل وايضا اخضر ده اولوية من اولوياتنا ومتماشي تماما مع فكرة التخارج وفكرة انه ازاي يبقى فيه في الفترة المقبلة مشروعات مهمة جدا كلمة الاخضر هو كلمة السر في جميع استطاعت اي دولة واستطاعت اي قطاع خاص انه هو يحصل على تمويلات كلمة انه يبقى مشروع اخضر ومتماشي مع الاعراف الدولية للمناخ وده ايضا شغل شغالين فيه بشكل تفصيلي شكرا جزيلا شكرا دولة الرئيس وهبقى مختصر جدا اممكن دولة الرئيس النهاردة عرض رؤية شاملة بتزاد في حتة الموازنة احنا كزا نقطة بسرعة ردا على كتير من الاسئال اللي تقالت واحد دولة الرئيس عرض احنا كنا فين وبقينا فين وسعداء جدا بهذا التطور الايجابي احنا عرض لسه قدام نشوط نكمله لكن بالتأكيد كل المؤشرات بتقول ان عجز ودين وخدمة دين ومؤشرات مالية عامة كلها في تحسن شديد هنختم السنة دي ان شاء الله بعجز ولم نقول البنات اللي اتعرضت اليوم على حضراتكم دي فضوء مؤشرات فعلية لعشر تشهر فمؤشرات دقيقة الى حد كبير ونسبة تحايا بإذن الله عالية جدا فالنهار دا ما نقول الدينة ان شاء الله نبقى أل من 86% وان عجزنا 6.2% بعد ما كنا فوق 13% وكان ديننا فوق 100% دا شيء يطمننا جدا ان احنا ماشيين في الطريق السليم وما زلنا محتاجين نكمل في هذا المسار السليم السنة جاية تقال طب هنعمل ايه السنة جاية نستهدف عجز ان شاء الله عند 6% 6.1% وان احنا ننزل دينا الـ 84% كأول خطوة في المرحلة التانية من احنا ناخد الدين من 86% لـ 75% مع نهاية يونيو القادم وده مستهدفنا ان شاء الله لعام 22-23 كتير بالناس بتقول ازاي دا بتحقق بتحقق بكل اللي تقالي النهار دا ان احنا بيعدينا قطاع خاص قوي وبيمه فبناخد منه حصلتنا من الضرائب ان احنا عندنا صلحات كبيرة بتتمل مشعار قومية فبتخلي الناتج يكبر بحجم كبير قوي واقتصادنا يمه اكبر الدين ما بيمه فبالتالي نسبة الدين لناتج بتقل بشكل قوي جدا بيتحقق ان بعدنا عرض كبير من السلع واصنعها قوية وزرعها قوية فان شاء الله تقدي مع الوقت بعد الصدمات الاخيرة دي الاسعار تنخفض فسعر الفايدة هنخفض فخمة الدين تنخفض كل ما عرض اليوم هو في صلب الامور والامور كلها ما بتتجزقش بالنسبة للتمويل بقى مهم او نوضح ان احنا عندنا تنوع كبير جدا في التمويل الدولة الرئيس اوضح احنا كنا اول دولة نعمل السلعات خضراء كنا اول دولة نايمكن مش اول دولة بس اول دولة من عشرات السنين تروح تاني لسوق السلعات الساموراي وتعرف تنفذ لهذا السوق اللي هم المستثمرين هم طبعا كلنا عارفين المستثمر الياباني دي مستثمر مهتم جدا بكل التفاصيل والدقة بيعمل ديو ديالجنز بيعمل يعني تدقيق شديد لكل شيء احنا شغالين دولة على سندات برضو في الاسواق الصينية والسندات عموما في الاسواق الاسيوية ده شيء مهم جدا واطعنا شوط كويس في هذا العمر السكوك ده والرئيس اوضح ان احنا خلصنا معظم الاجراءات وان شاء الله بنستهدف اول اصدار من السكوك اللي هي بتخاطب مستثمر مختلف ونوعية مختلفة ان شاء الله بن خلال الاسابيع والشهور القادمة باذن الله نتجه لهذا الاتجاه واطعنا شوط كبير اوه في كل الاجراءات حاجة تانية احب اوضحها احنا كمان عندنا مجال ان احنا قبل الكاب 27 وقبل المؤتمر المناخ ان احنا نتوسع كمان اكتر ما بدأنا الفترات الماضية في سندات الخضراء وكمان بنضيف عليها سندات تنمية باذن الله سندات التنمية دي برضو دولة رائدة فيها باذن الله اللي عندنا مشروعات كتيرة تموية زي مشروع حياة كريمة ومشروعات اخرى تقدر تسمح لنا ان احنا نروح نجيب لها تمويل بشكل جديد ومن نوعية مستثمرين جداد فاحنا منوعين جدا في استثمراتنا بما فيها طبعا تمويل التنموي اللي بيجي برضو مؤسسات الدولية اللي بيفدنا على فكرة التمويل ده بيجي ويمول الموازنة وبيدينا شروط جيدة جدا بتساعدنا على اطالة عمر الدين اللي هو هدف تاني رئيسي اطالة عمر الدين هدف مهم جدا وده اللي ساعدنا ان احنا لما بيجينا صدمات زي اللي بيحصل مؤخرا نتعامل معاها بقدر اكبر من المرونة والصلابة لانه عندنا عمر الدين اطول ومكملين برضو في هذا الاتجاه واخيرا برضو حابب اضيف ان دولة رئيس وضح الموضوع السندوق والتفاوض معايا والحمد لله الامور يعني دايما فيه تشاور ودايما فيه تنسيك مع كل مؤسسات دولية بما فيها السندوق والامور ماشية في اطار جاي جدا وزيما دولة رئيس اوضح ان شاء الله خلال الفترات القادمة يبقى فيه زيارات من السندوق ويبقى فيه خطوات قادمة لكن الحمد لله تقييمهم ايجابي جدا على اللي بيحصل في مصر شكرا دولة رئيس في الفترة القادمة زي ما حدكم عارفين هو ملف الاستثمار وانا هتكلم خاصة على الترويج الاستثمار وخطتنا في الترويج الاستثمار طبعا اهم اداة للترويج الاستثمار هي حل التحديات المستثمين الوطنيين يعني هو دايما اللي بيبلغ رسالة الايجابية للمستثمار الاجنبي وهذا الملف دولة رئيس مهتم به شخصيا بتعاد عليه اسبوعيا جميع التحديات اللي بتوصل لنا من المستثمارين والوحدة اللي تم تشكيلها لتابعة لسيادته اللي هتبدأ العمل بكرة ان شاء الله هتبقى اول اجتماع لها وهتم العرض على سيادته وتفاصيل جميع التحديات وايضا من اهم القرارات الاصدار دولة رئيس الفترة القادمة وكانت شكوى من عدد من استثمين هي طوافر الاراضي الصناعية وسيادته وجه بلجنة هي جهة موحدة تابعة الهيئة التنمية الصناعية واحنا موصلين فيها للأستثمار وبتم تقديم فيها جميع طلبات الاراضي وبتم تخصصها للفعل ايضا خريطة مصر استثمارية مهمة جدا ان احنا اطلقنا النسخة الثالثة من خريطة مصر استثمارية عليها فرص متكاملة ودولة رئيس شدد ان جميع الفرص الخاصة اللي تعرض على خريطة لابد ان تكون مرافقة وتفعيل الحوافز الموجودة في قانون الاستثمارية مهمة جدا وانا بدعو مجتمع الاعمال من خلال هذا المؤتمر ان الموافقة الزهبية الرخصة الواحدة التي تصدر من الحكوم على المشروعات اللي بتستهدفها الدولة دي مهمة جدا التقديم لاي مشروع بيريد الحصول على هذه الموافقة بخلال الوحدة الموجودة في حية الاستثمار هذه الموافقة تجب عن جميع الموافقات والترخيص تصدر الموافقة واحدة على المشروع من الحكومة زمينا تكلموا على تدريب الموظفين الملف ده مهم جدا لما احنا شغالين عليه لان طبعا احنا عملنا تدريب لأكثر من 40 جهة للموظفين المعنيين بالاستثمار في المحافظات بالنضرب ومنها في حية الاستثمار في الاكاديمية على القوانين وعلى كيفية التعامل مع المستثمر ولتسهيل الاجراءات لانده برده مهم جدا في الفترة اللي جاية ان شاء الله حيكون في جولة تورجية في عديد من الدول في قطاعات للدولة بتستهدفها والانشطة بعدد محدد من المستثمرين الدولة بتستهدفهم في القطاعات ان شاء الله حنبدأ اسبوع قادم وفة تورجهات دولة ريسولة شكرا فاندم معلي وزيد الصناعة اخداتي من الله شكرا يا فاندم انا بس في نقطة اهم احب انوه عليها لان هي بشكل عام دايما بتخص رجال الصناعة وهي توفير الاراضي الصناعية دولة الرئيس زي ما تفضل وعرض ان احنا كان من ضمن طلبات سواء المستثمرين سواء المحليين او الاجانب ان توفير الاراضي بنظام حق الانتفاع ويكون فيه فترات او حتى اللي يحب يتملك تكون فيه فترات تأسيط وسادات وان يكون ايمتها متوافقة بما تم صرفه على هذه الاراضي من مرافق واحنا شغالين عليه وانا عايزة اأكد على جزئية همة جدا ان دولة الرئيس كان اصدر قرار لتخصيص الاراضي الصناعية القرار ده رئيس اللجنة رئيس هيئة التنمية الصناعية ممثل فيها وزارة الاستثمار ممثل فيها هيئة المجتمعات العمرانية معنا التنمية المحلية وهذه اللجنة بتنعقد بشكل دوري كل اسبوعين ولها الصلاحية المطلقة دولة الرئيس مديها صلاحية مش مجرد انها دراسة الاراضي ودراسة المشروعات التي اتم اقامتها ولكن المضي في كل الاجراءات الخاصة بتخصيص الارض لان دي كانت تعتبر من اهم العوائق دايما اللي بتقابل المستثمر وخاصة في مجال الصناع مديها صلاحية ان هذه اللجنة تقوم بجميع اجراءات تخصيص الاراضي ده جزء اهم جدا فيه نقطة اخيرة انا بس عايز اعقب عليها موضوع العمالة وان احنا ممكن يكون في خلال الازمة ان بعض رجال الاعمال او بعض رجال الصناع او المستثمرين بشكل عام ان يحصل استغناء عن العمالة او ما يكونش فيه حوكمة ليه وجود العمالة عندهم احنا بصراحة الفترة السابقة يعني انا في خلال تلات شهور من ساعة الازمة روسيا الاوكرانية وفي اللقاء مع كثير من رجال الاعمال بالعكس هم حرصهم على الاحتفاظ بالعمالة حرصهم على ان هم برضو يبقى فيه معدل لزيادة المرتبات بحس يتوافق مع ارتفاع الاسعار اللي موجود زي نفس الوضع اللي حصل خلال ازمة اوكرانيا وده دايما نهجنا برجال الصناع الوطنيين ودايما ده اعتيادنا منهم شكرا اسمحولي في النهاية يعني ان انا اوجه الشكر لحضراتكم جميعا على تواجدكم معانا وان شاء الله يعني اتمنى حيبقى فيه يعني تكرار لمثل هذه الفعاليات ان شاء الله كل فترة عشان يبقى فيه فرصة للتواصل طبعا مع كل وسائل الاعلام اللي يبقى من خلالكم نقدر نوصل رسائل طمأنة لوضع مصر سواء للداخل او الخارج بإذن الله وشكرا لحضراتكم شكرين شكرا لحضراتكم شكرين شكرا